من دول 16 أتمنى ما كونش لأخبطتوكم يعني لكن تعالوا نروح إلى الكابتن رضا البلتاجي خبرنا التحكيمي كابتن رضا أهلا بيك منوّرنا مساء الخير يا كابتن هاني مساء الفل إزاي حضرتك الله يخليك خلي أحب بس مع تقييمك لأداء طاقم التحكيم النهاردة بشكل عام قبل ما نتكلم في بعض الحالات بقيادة الكابتن إبراهيم نور الدين ووجود الكابتن واقل فرحان كحاكم فيديو بس كابتن هاني التحكيم شأن كل حاجة بحياتنا وشأن تدريب وشأن لعيبة في قدر كبير من الحظ وتوفيق وأحيانا تيجي لك معطيش الأمور ماشي لوحدها وأحيانا تلقيها من كالكعة كده الموطس النهاردة من المنصات اللي فيها فيها أحداث كتيرة وفيها فيها لغة شوية لكن أنا يعني بإيجاز كده التوقف من اللي عبتين هو أنا أتمنى طبعا ما عبتنا في منصات سيراميكا بيكون عندك حق بس ما عرفش النهاردة لسه ما وصلتش للأسف إحنا طلقنا بعد الماتش بدقتين وإحنا على هاوى ممكن تيجي إن شاء الله يعني نتكلم عنهم ولما ييجوا تاني هنتكلم بتفصيل أكتر هو أبرز ما في المقرأة طبعا فريم حاكم بسعار خبرة كتيرا أكتر مع 10 سنوات القائمة الدولية اللي هي بحاوزته بس أنا ما بقدر عليه هو عصريتي سيرام في بعض المواقف طول المواقف مش بعضها أنت بتجملها شوي لا دعوا أحيانا يقابلها هدوء قوي في مواقف تانية لا بس كل مصر يعني أحيانا كده يبقى هادية يولطيك وأحيانا يتقدوا عصبية شوية أنا بس عندي حالتين أنا أقفض منهم شكينا فرط الجزاء لسيراميكا في السورة الأولانية أيوة وفيه هدف الأول لسيراميكا في السورة تمام ياريت لو عندنا أي حاجة تسعيد صور يلا الصورة هي اللقطة الأولانية الوينش وعواد وبيناهما شدي حسين لعب سيراميكا ريباترا بصك أفضل أنا لا أستطيع أن هناك أي مخالفة على العواد العواد هنا بيحاول مزاح المهاكمة على الأرض تمام جميل يعني الوقت اللي نحن شاهدون هنا طبعا كان طبعا صورة لا تعطي كل الحقيقة أيوة لكن أنا خلينا نسفح لك وأقول لك القانون بيون تفضل هنا اللي نحن شفناه المدافعة الزماكة على الأرض اللي هو الوينش التصور هو لم يرتكب مخالفة أنه لم يرتكب مخالفة هو كان بيزحك المهاجم نجح في العواد الكورة تمام مثال حصرتك لو عندنا يلعب المهاجم المهاجم اللي لعبها تمام أنا أتصور أن هناك تضام بين حرس المرمى ومهاجم بين حرس المرمى ومهاجم الفريق المنافس تمام أتصور في مخالفة على العواد هنا نرجع بقى في شقة ثاني هل لمخالفة كانت الكورة جوال ملعب ولا تجاوز خط المرمى تمام يعني لو جوال ملعب يوفيك لكسا تجاوز خط الملعب يبخلص يعني الكورة وقت كانت خرجت وانطلقت كانت طلعت الكورة كده تضامينك صورة ولا أنا نظر دائش هي الكورة ورا عواد كانت لسه مطلعتش والعواد لسه ملمسش شادي اه إذا كلمنا صح هنا إن هنا الكورة ليها احتمالية تمام أنت كون خرجت بس خرجت لكنك تجاوز خرجت هل هناك تنمجز بعد كده حصل ما بين المهاجم وعين حرس المرمى أعتقد اه أنا شفت التلاتة لمسوا ببعض بس ما عرفش إيه التلاتة لا لا أحنا نخرج المداخع خارج مداخع مداخع يحاولي العرب الكورة ولم يفلح لا في عب الكورة ولا علق قرص المهاجم يعني الوينشل على الأرض بيحاول العرب الكورة ما ارتكبش عين مهاجم الكلام كل الوقت ما بين حرف المرمى و المهاجم المهاجم نيجي حتى اللعب الكرة لو فيه أي تلاوس أو أي صدام يبقى فيه مخالف على حرف المرمى لو الكرة داخل الملعب يبقى فيه الكرة تجاوز خط الملعب يبارك للتجاوز تمام الفيديو هيزهر خلال دقائق ونتأكد بقى في اللقطة دي إذن لو كانت الالتحمدة حصل والكرة بره مش ضرب الجزاء لو حصل والكرة لسه ما عدتش خط المرمى إذن هي ضرب الجزاء كانت مستحقة لسيراميك ريو باتر خلينا بس نسلم أن هناك أو نتفق أنه فيه صدام يعني خلينا نصدر صدام مع مجاح المهاجم في نفسك تمام مفهومة حدث تاني هدف سيراميك ريو باتر الأول من وجه نصر الريسافي فيه مخالفة على لعب سيراميكا لصالح نادي سبالك في وسط الملعب كانت توجب زب برجل فر يعني أنا معرفش هو برين توقف شوية أيوة وبعدين أرمارس البرق قال له يعني توقف لا دليل من الفرق يقوله فيه حاجة ومدام ما حسبهاش فاول يبقى البرق قال له لا جول يبقى كده لكن وطقا لرؤيتي هنا في اللعبة دي أنا شافي دي فاول لصراح ندف لبنك طيب يعني لو نحاول نتحرك شوية كده آه هي بتتتحرك هي بتتحرك على أيوة أنا هو تلاحم هل هو تلاحم لا أنا سافنة فيها دفع ولا إيه كابتن ريدون دفع 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 شرق لا دفع بليا طيب 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 طاقم التحكيم ككل بقى بعيدا عن اللقطتين وهما جدليتان وطبعا مؤثرتان بشكل واضح يعني آه ايه رأيك في إدارة المباراة كابتن ريدون النطش الصعبة كابتن هان يعني فيه أحداث كثيرة آه ممكن لو حكم صوير ملوش اسم كان قابلته والشاكل كثير قوي ممكن آه طاقم حكام دوليين اليوم اسد جيد جدا الخطار كبيرة قوي كان فيه خطار كثير قوي عند المساعدة أول سامير جمال ونيجأت لها تقريبا وكلها آه إبراهيم بخبرته عرف إزاي يسيطر على العيب آه آه مطش الصعب آه آه أتمنى للتحكيم كلي توفق تمام آه التقم التحكيم تتمنى له التوفيق آه وجود آه إدارة أجنبية أو مشرف أجنبي على التحكيم في الموسم اللي جاي مع أم ضد يا كابتن ريدون يعني نكاءة جرحة كابتن هان خالص آه أما هو قد إتحاد الكورة اتخذ القرار وقوضي الأمر خلص نفس عنه خلينا بسحوط في الأطور إن اللي جاي ده رجل تاريخي ليه تاريخي كبا يعني آه يعني آه عنده من الخبرات وأنا كن نحنا في حاجات مش يصلحها لخبير أجنبي ولا حتى رجب خبير من المريك آه في حاجات متعلقة بشخصية التحكيم نفسه يعني بذاته في حاجات انت متعرفش تلحها مش تنمية القدرات الشخصية ده برضو ممكن يحتاج له في ناس ممكن تعملوا لا ده مولود مع الحكم مم في حاجتين مهمين جدا كثيرا أنا وانا كنت معك أكثر مرة فيهم مم الحكم اللي بنافتقد الأمانة والشجاعة لن تصرح معه كل المحاولات حتى لو جب شيخ لانظهر آه هو لو نفسه كده مع كل احترام التأديل طبعا لقيمة شيخ الأظهر أنا بأظه لو هو برأبه نفسه نفهوم آه يعني يعني لو في رقابة يعني من مؤسسة دينية يعني على مستوى الضمير بتتكلم آه شايف أنه في بعض الحكم بيفتقدون الضمير تاخد السجاعة كافة قدام الفرق الكثير آه يعني خذيني نفوذ التجربة آه الرجل ده نجح في تجرب صادقة وانكان احنا عندنا أساني جبيرة جدا عندها من الخبرات التفقسية ملاخ العمل آه طب تجربة جديدة آه يعني ما تصورت إنها هتدوم أكثر من سنة أنا سأقولها الشخصية تامن هتدوم أكثر من سنة إلا إذا جاءت بنتيجة إيجابية قد تستمر بعدها نتمنى ذلك أنا رأي شخصية آه توقع أو تمني إنه الخبير الأجنبي في النهاية هيبقى عنده من القدرة أو الصرامة أو القدرة على توصيل أفكاره بشكل يخلي الحكام يبقوا عارفين إن لو أخطأنا هيبقى الموضوع مش مجرد الجمهور هيختلف علينا لكن فيه واحد قاعد بيرائبنا لإنه دي مهمته الأساسية اللي جاي بعملة صعبة عشانها فممكن كابتن أهمي خلينا نتبعات الأدوار أنا مكانك ونت مكانك ووكينك يعني إيه أكتر صرامة أكتر صرامة لإنه الأخطاء متكررة وبالتالي تكرار الأخطاء معناها إنه الصرامة ربما ما كانتش موجودة بنسبة كبيرة ومثلا موضوع الشخصية اللي بتتكلم عليه كابتن الرضا استمرار المشاكل الشخصية اللي وقت الاتخاذ القرارات عند الحكم معناها إنه الصرامة مفتقدة سواء منهم هم أو من اللي بيحسبوهم أو بيتعاملوا معاهم كابتن أهمي أنا رأيش أصلي إنه المشكلة في الحكم الحكم اللي بتأثر بأحداث المبرأة أو بناتجتها أو بضغوط نجومية لعيب أو مدير فني أو اسم هدي دي مشكلة كبيرة لعدد كبير من الحكم وخليه برضو أقولك إنه حيانا بعضهم بيميل للمظهرية بيعرف الكاميرا فين ومنتظر الكاميرا أو واصل كده صح يعني رؤيت صح ما متفق معي متفق جدا آه يعني إحنا شاهدنا أننا بيستخدم وقت كده قوي وضمفار آه بيستخدم وقت كده قوي في وقت إنه إحنا في الدورات الأوروبية مم ما تخدش أكثر من ثواني آي يعني أنا شاهد فيه العد حيانا آآ آآ حكم بيخشها أربعة دايد في لعبة واحدة صح دي يحصل أنا راح أتفرج علمات الكورة ليس راح أتفرج على الحكم يعني أنا كم مشاهد أنا جاء تمتع بكورة بالعيد لكن ليس تمتع بحكم أي عزين واسع قاعدة كده قدراني عزين يختار لعيدة كورة للأسف يعني الأيام اللي جاءت في تختبار حكم جودل آآ أنا عملت شؤسات حوالي تقريبا ما يقوم من ألفين حكم جوداد أو أنا ظاهرة كويسة آآ لكن أنا لا أستجب أن نعيب الكورة لأن لعيب الكورة بيكون عنده سنس يعني؟ أكيد كترهني عنده خبرات كترهني عنده خبرات يعني تميزه عن واحد لم يمارس كل القدم يعني هذا هو أحد أخلي الساق يا كترهني بتعيب الحكم جاي السرزق آآ يضيف التحكيم يحب التحكيم عنده خبرات ملعب يضيف التحكيم وتضيف التحكيم يوصله المخاب المادي اتحسن كتير عن ذي قابر أنا زوجتك قبل كده في القابر أنا عتزلته كان أقصب مباركة من 200 جنيه نعطي المباركة وصلت لـ 7-3 جنيه أي نريك مع المباركة الدولية الوافع المادي ذات عن ذي قابر كتير جدا غير كده أنه يختلف عن بخل العرب سلة وطائرة ويد وكامل الأجسام مزبوط العرب تقول حاجاته الحاجاته يستخدم قروش صح فهم مميزين وهم نجوم والكاميرات بتميحهم وملعبهم مطسات كل يوم سواء في الملعب أو حكم متاعد أو في القسم الثاني أو الثالث إذا ندخلوا تحسن عادينا يعني استعابت الكرة تسلق مجلتك حلوة أوي رسالة مهمة أوي لعيبة الكرة المتجهين للاعتزال بشكرك جدا كابتر رضا البلتاجي خابرنا التحكيمي ورئيس لجنة الحكام السابق في اتحاد الكرة المصري أهم ما قاله على مستوى القرارات الجدلية أن إذا كانت الكرة خرجت بره من خط المرمى بالنسبة لكرة تعواد وشادي حسين فمش ضرب الجزاء أما إذا كانت ما عدتش وقت الالتحام فهي ضرب الجزاء كانت مستحقة لسيراميك كريباترا الهدف الأولاني لسيراميك كريباترا يرى الكابتر رضا البلتاجي أن الزمالك استحق هدفا كان من المقرر أن يلغي الهدف لكن البار لم يلغي